ريام برازي طفلة سورية تتغنى ببسقة رأسها في مقاطع راب وتستعرض مهاراتها في لعبة كرة القدم وتقضي النهار مع أصدقائها ترويدها أحلام اليقظة صورة تتناسب مع نجمة هب هوب تموحة في أحد أحياء لسانجلس أو بروكلين وتستمع برازي إلى موسيقى الهب هوب العربية منذ ثلاث سنوات وتحفظ الأغاني من خلال تشغيلها على موقع يوتيوب مرارا وتكرارا وفي بعض الأحيان تستبدل الكلمات بأخرى من تأليفها في المجتمع السوري المحافظ بشكل عام ينتقدها العديد من جيرانها وأقاربها بسبب حبها لموسيقى الراب وكرة القدم ولشخصياتها القوية أما برازي فباتت اليوم تكتب بعض الأغاني لكن كلماتها تعكس حبا عميقا لوطنها والألم الذي أحدثه عنف الصراع السوري المستمر منذ فترة طويلة ترجمة نانسي قنقر